اخواني اخواتي اهلا وسهلا ومرحبا بكم مرة اخرى في قناة تحديل يوم جينا نهضروا على كارثة القضاء في المغربي فللأسف هذه الحلقة تقدروا تقولوا عليها حلقة متشائمة ولكن هذا هو الواقع للأسف يعني ما حيث ما بقتش حاجة كتفرح في القضاء المغربي واصبحنا نعيش وسط مجموعة من البلطجية يسيرون القضاء ويتحكمون في القضاء ويفعلون ما يريدون فأغير بغيت نقول لكم من الأخر لا يوجد قضاء في المغربي لا ثقة في القضاء في المغربي وما يجيش واحد يقول لي حقا نحن نتقوا في القضاء المغربي الشامخ لأنه ليس هناك قضاء من الأساس كان بعض القضاء النزهاء دي مساكن كيتضربوا ويتقاتلوا باش يتعايشوا مع هاد العصابة هادية التي تكونت عندنا في القضاء المغربي وشي حاجة اخرى راه لا يوجد وما تحولوش شوه مورسكم باللي راه كين ما زل شيء امل في القضاء المغربي انه لا يوجدوا امل وذوك شوية الناس اللي هترس عليهم واللي قلت كينين هادوكم ساكن كيتقاتلوا مع رؤساء المحاكم باش يمشي يعطيهم شيء قضية هكا ساهلة شيء نزاع ساهل اللي يقدر يطبق فيه القانون اللي يقدر يطبق فيه ذك الشي اللي مقتنع به هو ويمشي لداره هاني لأنه ما بغى حرام ما بغى سرقان اما الباقي للقضايا كل شيء ما كين هش فرق ما كين غير تبزنيز وعباد الله دبا دبا ولو السماصرة للقضاء راكبين على الميرسيديسات اخر موضيل البنتلي والسيارة اللي كتخوفه هو غير سمصار ما عنده تحاجة سمصار ديال ثلاثة والاربعا ديال القضاء كي يبيعوا يشري وكي يدي لهذا الباقي فش وصلات انه دبا كين قضايا كتتنقش بخمسين مليون مية مئتين كين قضايا اللي تعدات المليار عباد الله وكين قضايا اللي سبعتاشل سنة وهي ما زال معلقة بحل القضية ديالتامي بلناني علاش في نظركم ما زال معلقة لانه الكلو متورد والكل حطيده من كاتب الضبط من المحامين اللي باعوا يشريوا في القضية من الاعلام اللي باعوا يشريوا في القضية من القوضات حديتوا ولا حرج فلوس كحلة دارت في القضية ديالتامي بلناني وحتى وحتى ما قدر يدير حل علاش لانه الكلو متورد نيابة العامة متورطات شريح متورط يعني ما يمكن شى حلو هاته حيتي لا جود يحلو هاته الإشكالية او هاد القضية هاده كل شى غير محي للحبس وهم هات شي الى ما بغوهاش يعني إلاج بدل حق وحطوه للطبلة علقو هاده دير إجرامو هاده دير إجرامو هاده دير إجرامو هاده آجرام في حق المستر وهاده في المستر فلاني هاده دير إجرامو كون شي متورط لش نكونوا واضحين القضية ديالتامي بلناني ليست قضية واحدة خفية كان اعظم. يعني الحويج اللي احنا ما كنعرفوهاش وما كنشوفوهاش اللي دازد. واحد بزنيز عالمي. فما يجيش شي واحد يقول لي القضاء في المغرب قضاء نازيه. لان هو قضاء يعملوا بالهاتف. يعملوا بالكولاسة. يعملوا بالمعرفة وبالفلوس. يعملوا جميع انواع التخلوض اللي كينا. فاش كتلقى لان انت واحد مسؤول كبير في النيابة العامة كيدور بالطنوبة ديلة المرسيدس وكي وقف على قهوة معينة كي يجمع الفلوس. يعني صافي. ارى القضاء او لا? فوند كوميرس. اخداو ذاك البوست هاداك. وحط لك. محطط لي كتخدم له كتجمع الفلوس هو كيدور يجمع الفلوس بحال الباطران. حال اللي عنده شي محالات ديال بيع وشرة ديال التجارة. من الأشياء اللي اشياء كيدوز يجمع لها كاس. بش عارفوا المستوى ديال القضاء في نوصل. ويكدب عليكم لك الدورة داك تصاور ودك لاخر راكوش داك شي خاوي. لا اساس لا. قسما بالله يلغي تصاور. السيد فلان فلاني رئيس المحكمة الفلان. اذا اكشرت كله غير حضرة الخاوية. قسما بالله مكين غير الفلوس كاتتشاير. دابا شوية جمع رأسهم حيث نضنارهم احنا ونضر نضرهم جموعة من المين السات بدو كي يرعي شوية ميقبل لك انه كي يزدموا على بل من تصبط. عارسي شنو هي القاعدة ديالهم في في المحاكم مغربية اسمع اسمع. كي يقول لك تبكي عليهم مو ما تبكيش علي يا امي. هادي دبانة الشعب العادي ما قادشي فهمها ولكن الناس ديال القضاء عارفها موها مزيان. قطح في الدوشي قضية. كي يقول لك انا نصفته مهمانا اللي نصفد. ماشي شغلي. يمشي حتى بخمسة وعشرين عام مهمانا ديال الفلوس. وما تبكيش عليهم ما تبكي عليهم ما تبكي ديال عمار. كي يقول لك هادو سيحاسبوا. انتوا مارا والله العظيم إلى الحساب ديالكم. ماشي عاسي. الحساب ديالكم خاص بوحده. ما كان ضمنش انتم وش ردت تحاسبوا مع باقي الامم. القضاء المغربي ما كان ضمنش انا لا اضنوا انه سوف يحاسبوا او لا سوف يعاقبوا الناس اللي كي سيروا مع باقي الامام. انتم عندكم شي حساب بوحده. في شيء قيامة بوحدها. في شيء ما عرفت شي جهنم خاصة. خاصة حيتي حيت حيتي وصلتوا الواحد للمستويات وكي يقول لك المغربي وضاهي وبلحية بلحش ما كانت شو تحضروا في النادوت وبلحية بلحش ما كانت ترقصوا مجليس حقوق الإنسان بلاحية بلحش ما بقل لك وهذه أو للمغرب كانت ترقص لأمي دي لحق الإنسان شو علاكاني تكيد يرى قاعد الفضائح وقاعد القضية دي المهدوية راح مصيبة 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 بكل مقاييس كي يطلع لنشو حدي كي يقول لك ورحنا استثمارات والناس جاية كاتتق في القضاء المغربي أو الدرك غالط المسلمين بالصح الكبار ما كيتخادوش في المغرب مش تين الشركة درونو ولا بومبارديا الشركة تقع الكوبرا اللي كينا في المغرب نهار كي يجي حط فلوس ويقول لك شوف أخويا وقع وشي مشكل بينوين كمشيون تحكموا في هولندا مشيون تحكموا في اسبانيا مشيون تحكموا في ألمانيا علش لأنه عارفين القضاء المغربي زيرو القضاء المغربي فاسد ممكنش هاد الناس هادوية يقول لك في القضاء ديلك لأنه معارفين باللي قضاء كيف تباعوا وكيف تشرب أما المستمرين البساطة الصغار اللي يدخلوه راتستحنوا والأمثلة كتير ومناس كتير خرجك تشكوا هالي الدولة مليار هالي يجو ودخلوه مع صحف في 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 هالي يجو ونصبو عليه هالي يجو بعلو أراضي كلها مشاكل هالي يجو دار مصنع توقفوه ودارو له ندو ندو الدول وكل شي أفق إلى أين وإلى أين وهد شي كله أنا لمن كنسبوه كنسبوه للمواطن المغرمي ساكت على حقه ما ضاع حق وراءه مطالب تبشين المحكامة كيدلموك كيددولك حقك كيدصفتوك للحبس وكتبقى ساكت علش خايف علش غتخاف شنو عندك تخسر دخلتي للحبس وخرجتي شنو بقي عندك تخسر شنو بقي عندك تخسر شنو بقي عندك تخسر شنو بقي حاجة أخرى اللي مازال عندك تخسرها كسرت الحرية ديل كسرت الكرمة ديل كسرت الصورة ديل وصل المجتمع شنو بقي مازال غتخسر علش هد السكوت إنسان كيعيش مدلول وكيموت مدلول صافي علش باش واحد الحاقير واحد الحوتالة يعيش بحل المالك ويدربورك الفيلة ديال مليار جوج 3.45 ساعة شنو بحل المالك وتسارك مع أولادهم وكل شيء هاما سويسرا ألمانيا كده باش بفلوس عباد الله وهذا شيء كله بسبب السكوت ديالك والسكوت ديالي والسكوت ديال الأخر حيث كان سكتو كان سكتو على حقنا مما كنت كم شيء معامهم إلى جهنم مشيح تل موت على حقي يموت على أولا على حقه يموت ثاني على حقه ويموت ثالث على حقه كل شيء يدخل سوق دياله أن الإنسان يموت على بلاده ولا على أولاده أو على القرامة دياله ليس شيء شيء أخر ما فائدة ديالك تبقى حي إذا كنت يبقى يبقى يمسحوا بك للارض ويديوا الكرز وما تلقى حتى ما تدخل لولادك لأخر عليّ وعلى أعدائي الضلم هيدا ما خصوش يستمر وسكتنا بزاف سكتنا بزاف سكتنا بزاف علي إخوان والله العظيم إلا سكتنا بزاف وتجاوزنا بزاف وغمضنا بزاف عينينا وهذا الشيء لا يعقل هذا الشيء لا يعقل كأن بزاف ديالحوي يخصد تبدل وذاك القضاء يخصد تكون فيه طورة في القضاء طورة في القضاء ما شيء تبدل لهذا تديه من طانجة الأسفة ومن الأسفة تديه السطات ومسطات تديه الضربة ها بدل عليها لذلك الرط اللي طح يطحنوا والناس هادو كي يخافوا وما كي يحشموا طحنوا واحدة لعشرين طحنوا واحدة لخمسة عشرين كل شيء يدخل سقط جواه وكل شيء يدخل قانون والمحاسبة من هنا الشريف كي ترتيلها انتا قاضيش حركة شد رئيس كتاب الضبط حركة شد لكن محكمة التجارية فيها كوارد ناس درت القرون محكمة الناث تجارية الضربة ناس درتل القرون ناس تتحدى كل شيء اللي هضرتها معاك يقول كي أنا نحمي من الفوق شرفها 나 حرفها ولا هضرتهم معاك كل شيء محمي اليه القصر كل شيء اللي هضرته معاك تلقى أفظة كي أتلك يقول كي أراكم الأعلى هاته. ها واحتلين هاتشي. تانين هات البسالة هاتي. فوقاش غدث لي هات البسالة هاتي. هاتسالين رمبقوا احنا غادين بهات السيستيم هادا. انا بزاف دين ناس يقولك هاتشي ما غير غير. ها غير غير. ما غير غير. ما غير نهضر انا وتهضر انت وغير لاخر نهضو نحل. مبقاش تحدي وحدي وليو تحديات خمان. كل شي غير كون ما كانوا يخافون الكلمة سيكونون يتابعون المهداوي وتابعوني أنا ويتابعون الأخر ويتابعوني متابعات لأنهم يخافون الكلمة لأنهم لا ينامون أقسم لكم يميناً إلا عندي معلومات صحيحة لأن هذين ينامون الليل الله لا ينامون الله يلاحظ تليفونه كل صباح يتحدث ماذا قال أخر ماذا قال أخر بالكلمة فقط كلمة دينا ولا تسيف تزعج المفسدين إلا انضافت كلمات أخرى وكل شيء بدك يهدر مرمال هل يجب أي حاجة نطلت عليها أي قضية ولا تقضية ترأي عام كتنود كتنود العاصفة هيتعرفين باللي أن الشعب غيك يعرف كتنود لي مشكلة هذه القضية عارفين أنها ستسبع للناس مجدين مشكلة ولكن باش يعرفها كل شيء لا حيت يخافون حيت كرشون فيها العجينة حيت أغلبهم شفارة أغلبهم مفسيدين أغلبهم كلاب ضالة لا تحترم لقانون لا يتبولون على القانون من الشوش صغير احتل رئيس المحكامة كل شيء احتل رئيس النيابة العامة احتل مجلسة على السلطة القضائية لا يحترم القانون كل واحد يضرب على راسه كل واحد يضرب على أولاده كل واحد يشوف شخص يدخل في النهار حيث يقول الله بأي حيث أخير نفس الناس تقالل قرضي يقالل قريبين وكلم أن تقالل قطائم لا يوجد فتحة أخرى وكلم أن يظهر لهم لأسفل الناس يجب أن يصل الناس يجب أن يصل الناس لأنه أغلبهم يجب أن يصل حياتهم لأخير يعني سرطان خبيت يجب أن يصل الناس وفتة اللي غادي يحطوهم بحفرة وذلك الساعة يشوفو شنو غادي يقولو لرب العالمين ذلك الساعة يشوفو شنو غادي يقولو رب العالمين ذلك الساعة اجيبو رب الخلق اللي يعطاكم شوية ديال السلطة وتغولتم وتجبرتم فوق الارض هذا كان مورور بسيط والمتابعة وابواب جهنم صافي تفتحات لبن لكين غادي يطلع بالاسماء وكل شي مشيوا معكم فيما بغيتو ما كيش ليش كان وتحياتي للشعب الصامت والشعب الميت والشعب المعتقل داخل الفساد